أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجود توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطنية وخلال لقائه أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنية أشار مدبولي إلى تكثيف جميع الوزراء والمسؤولين المعنيين بالمشاركة والتفاعل الإيجابي في الجلسات النقاشية العامة والتخصصية للمرحلة الثانية من الحوار الوطنية وقدم رئيس الوزراء شرحا للتحديات الاقتصادية الحالية وجهود الحكومة لمواجهتها مشيرا إلى أهمية ما يتم طرحه في جلسات المرحلة الثانية من ملفات ورؤى ينتج عنها مخرجات تساعد صانع القرار في التعامل مع مثل هذه الملفات وفي هذا الصدد أكد مدبولي أنه سيتم إصدار قرار بتشكيل لجنة تنسقية من الحكومة والحوار الوطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنية لافتا إلى أن المخرجات التي تم التوافق عليها من مختلف الرؤى والأفكار جديرة بالاهتمام وتنفيذ سفيدة 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 سفيدة